سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله سماح السيد الحسن صلى على محمد وقال محمد حياك الله حبيبي شانك حياك الله والله استفسر انت سمحونا لنا حياك الله سماح سيد محمد اين قطب العطرة الصحيحة التي امرنا النبي ان نتمسك بها سيد الحسن بالله انت واقع على ودك انت صغير والله سمعني بص سيبت لحد ما خلص كلامه وتقول ألو سمعك من الحركات دي يا سيد الحسن فين مش انتوا بتقولوا ان احنا مابلو بالتمسك بالكتاب والعطرة فين كتب العطرة الصحيحة تسمعني حبيبي شفت بتستنى ما خلص كلامه وتقولي تسمعني اه اسمعك اسمعك يلا والله سمعني والله سمعني يا ولد عيب اسمعك اسمعك ايش شين هو اش تقول السؤال اين نجده كتب العطرة الصحيحة التي امرنا ان نتمسك بها كل ما اكلم امامي يقولي لا يوجد عندنا كتاب صحيح ليش ما اكلم كتاب صحيح الكتب كلها موجودة كتاب صحيح من ايجا لك ما اكلم كتاب صحيح يعني كتاب الكافي كل ما فيه صحيح ايه ما اكلم كتاب كل شيء صحيح ايه يا الاحاديث الصحيح انا اعرف انا كعمي اعرف الاحاديث الصحيحة من الضعيفة كيف انت بخصوص اي نقطة مثلا تريدتها يعني انا اقولك مثلا النبي امرنا بالتمسك بالعطرة عندكم انتم تمسكتم بالمراجع وطرقتم العطرة القرآن الصحيح اللي جمعه امير المؤمنين علي مع الامام الحجة تفسير القرآن الصحيح مع الامام الحجة السنة الصحيحة منو 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 قال لك متمسكين بالمراجع وعايفين اهل البيت ما انتم متمسكين بالمراجع وين قال البيت الان؟ هم المراجع من مين؟ من هنا يعني ما يجي يقولك المرجع مثلا لبأس البكرة انت تمتع بغير اذن وليها جابها منين؟ جواست عقب اكثر من رجل على المرأة اليأس كما يقول السيستاني جابها منين؟ بس واجب فعلي كيفك واحد دا عمدتها مش تحتي حيال الباكر شينو؟ السيستاني قال البكر قال اية الله العظمى عندكم المرجع الروحاني لبأس البكر ان تتمتع بغير اذن وليها وين موجود اذا هاي دزلياه؟ والله وبالله وطلعه في موقع المرجع الروحاني وفي موقعه انا اكتب الموقع الرسمي رامي عيسى وخش في قسم الروحاني هتلقى فيه سيد السيستاني يقول ان لا لا مش السيستاني لا لا مش السيستاني مش السيستاني المرجع الروحاني اما السيستاني افتى بفتوى اطم بجواست عقب اكثر بالرجل على المرأة اليأس ما لك ما لك يا سيد الحسنة عرفت بقى سمعك انا انا نصيح لك نصيح لك يا سيد الحسن والله دعك من دين الامامية الاثنى عشرية فهو دين استغنى عن النبي بغير النبي يعني ايه الكلام ده يا رامي عيسى يعني الشيع اليوم استغنى عن النبي بمين بالامة فلو انا مسكت كتاب الكافي ليش التامسل من صفحتك سيد الحسنة؟ ما انا هقولك بعدين ليه دلوقتي لو نظرت في كتاب الكافي كتاب الكافي فيه اكثر من ستتاشر الف رواية عدد روايات عن النبي 92 رواية في الكتب الاربعة اكثر من 44 رواية عدد روايات عن النبي عشرات الروايات صلى الله عليه وسلم طب دلوقتي بقى الشيع استغنى بالنبي استغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم بآل البيت اما اهل السنة والجامع المتمسكين بسنة النبي دائما فانتو خلاص استغنيتم عن النبي على مدفت محاورك التامية من اهل السنة؟ اقولك الصراحة ولا بنت عمها؟ من اهل السنة يا سيدي حبيب لا امبين انت من حاجك من اهل السنة؟ اسم رامي عيسى اسم رامي عيسى زي ليش من تحصص صفات سيد موزوج؟ سيد حيدر موزوج لأ لاني عندي في كتاب النجم الثاقب في احوال الامام الحجة الغائب الامام عدد جلالله فرجه له اكثر من مئة اسم فانا باقتدي به في كتاب النجم الثاقب فلا يجوز ان انا اكون انا اسم الحقيقي رامي عيسى وعلى الفيسبوك انتلع سيد حيدر نرجع بقى بالله عليكم لماذا استغنيتم عن النبي بأئمة؟ هم مصورتك انت قال حتى صورة مصورتك عندك سؤال انا لعل الله ارسلني لك يا سيد الحسنة حتى اخذ بيدك الى نور التوحيد لا نور التوحيد وانتأخذني الى اهل السنة انت على دين والله دين مخالف لآل البيت ها اخذك على آل البيت الحق ازيان اجدك فالشيعة بابع لا تعبك ولا اتعبني لا تعبك ولا اتعبني اي عام لا انا عايز اتعبني اعما فيش مشكلة انا انا اتشرف ان انا اخذ بيدك الى الحق على صوتك بيقطع لي يا الحسنة ما انت قلت كويس من شوي صرت سيعي الحمد لله ايه؟ صرت سيعي صوتك بيقطع انت بتعمل كده ليه؟ صوتك قطع لي الحسنة انت كنت حلو دلوقتي اول ما دعتك للتسنن الشيطين اشتغلت اشوف كنسل علي كنسل علي خلنا نجيب قطع عشان نكنسل علي خلنا نجيبه تاني البس كان حلو وشغال حلو ايه سيد الحسنة بيتقطع في صوتك ليه؟ انا بقولك اهل السنة هم الحق اه اه ايه؟ يا الحسني عيم انت صوتك كالحلم انا عايز اتعبك انا عايز اتعبك انا عايز اتعبك انا عايز اخد بيدك الى الحق اخد بيدك الى الحق اين العطرة الآن؟ طب اين العطرة كي اتمسك به؟ شفتم افلي زي سمات صوت للتسكير بيلعبوا سادات يعني الشيع بيقعد تحت رجله تحت قدمه في الحسينية ويقعد يبكي وده يجذب على المنبر وهيقولك اه قاعد دوت الذليل اللي قاعد تحت قدمي دوت هيصدق كل شيء اكله قال الامام وطار الامام على الفيل وعمل الامام هيصدق لذلك انا عايزك يا شيعي عقل تفت بقى يعني لا تمشي خلف هؤلاء هؤلاء دعاء على ابواب جهنم ورب الكعبة لا عطرة ولا عرف ان يثبت لنا العطرة كذاب دجال ويقولون انه سيد اين كتب العطرة الصحيحة اه اه عندنا يعني الكافي صحيح ليز كل ما موجود صحيح تبوين امامك وانت مسك بالعطرة كان معكم سير الشيع الحسني الحكم لك أيها الشيء العقل اقل ما تفعله الان بعد هذا الفيديو انتظر اعجاب وتشارك رابط الفيديو ولا تنسى ان تشغل الاشعارات كي يصلك كل ما هو جديد